أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم أنه قد طالب المركز ومسؤولوه عبر اللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة أن يضع حداً لتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات ضد المساعدات الإنسانية وضف البيان أن الميليشيات الحوثية خارج عن القانون الإنساني سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في الصراع المسلح واستخدامهم دروعاً بشرية وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم واعتدائها على المدارس أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها وفي هذا الخصوص يطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي للممارسات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمنية